السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا مشاريع مصري بافكار كندية. لو انت جديد او انت جديدة في القناة ان شاء الله تعجبك قناتنا وسبسكرايب معينا. النهاردة ان شاء الله هنعمل برضو من مشروع مصباح درات التجميل علشان بس في افقار اه معي عايز اخلصها بسرعة قبل ما اتجه لي اه مشاريع تانية او افقار تانية. اه النهاردة ان شاء الله هنعمل اللي هو ملح الجسم اللي هو الباث سولت. الباثولت اللي هو بينقي الجسم وبيشيل اي جلد ميت وبينقي جسم من الشوائب وبيفتح الجسم وبيدي له نضارة وشكل طبيعي جميل جدا. اه طبعا ده يعتبر زي ما بنقوله كده يعني بينظف الجلد بطريقة جامدة جدا. يعني كلينز للجلد كويس قوي. اه الملح الجسم اللي ان شاء الله. اه ده احنا استخدامه بسيط جدا. لو انت عندك الباث تاب البنيو بتحطيه اه بعد الاستحمام وبتسوك فيه يعني بتحطي نفسك فيه كده تعودي كده فيه شوية. اه لو انت ما عندي كيس باث تاب ممكن تحطيه بس على اللوف الليفة بتاعتك. ايه وتمراري على جسمك وتعمل سكراب للجسم جميل جدا بيه. فممكن كده ممكن كده. فاحنا هنا كده هنشوف ان شاء الله هنعمل ايه ومحتاجين ايه وبسرعة. المقونات اللي انا محتاجها هنا طبعا ده موجود في كل مكان في مصر وفينا. ولو نوع نقي وجميل يبقى احسن. اه وعايزة بيكاربوناتو. وعايزة ملح الاكل ملح الطعام. وكمان هحتاج اللي هو ازيت العطري. ده طبعا الزيت العطري مهم جدا علشان اه يبقى مضمونه ريحة الملح اه جميلة جدا في الاستحمام ويدي ريحة للجسم جميلة جدا. وعايزة طبعا الوان طعام. وعايزة استيكر عشان هعلم البرطمانات صغيرة احط فيها شكلها شيك كده عشان يدي ويجذب الزبون بتاعك. وعايزة اه استيكر جميلة كده نجاب لكم استيكر من عيد الحب. الفلانطين. استيكر جميلة كده اكتب فيها اللي هو بريحة ايه يعني الجسم ولا اللفندر يعني بريحة ايه. وطبعا ويف يونكاية شريط انت بقوا جمالك كده وزوءك في تزيين البرطمانات بتاعتك. بس هي المكونات الاساسية دي اهم شيء. اه اللي انا عايزة اقوله ان ده يعني كل ما جبتيه يعني نقي وغالي. كل ما كان ممتاز جدا فيه تنقية ونظافة الجسم من سوري الجلد الميت. اه الروايح الزيوت العطرية كل ما كانت اه بيور وجميلة ونقية. اه بتقدر برضو تدي راحة قوية جدا للجسم بتدوم فترة طويلة. الوان الطعام للشكل والجميل بتاع الملح الجسم عشان اه ان انت تجذبي الزبون ديكي بالالوان مختلفة. يعني مثلا في عيد الفلانطين دلوقتي انت ممكن تعملي اللون الاحمر. واتباعيه. هتلاقي بنات كتيرة جايين ياخدوا منك. يعني اه في الفلانطين اه او اه برضو واحد بيدي الخطيط وهذه خطبته بيه. لان هو يا جماعة ملح الجسم ده للشباب والبنات يعني مش للبنات بس يعني. لان ملح الجسم ده بينقي الجسم زي نقوله كده بينقي الجلد من الجلد الميت. وبيدي نظافة جمدة جمدة للجسم. فأول للبنات والشباب. مفيش اي مشكلة خاصة. تعالوا كده نشوف المكونات اه الخلطة بسرعة بالمقدير علشان اه ان شاء الله تعجبهم جدا. انا عايزة هنا كوباية ونص من الابسوم سالت. كوباية ونص. ومعاهم ربع كوباية من البيكاربوناتو. ونص كوباية من ملح الطعم. نص كوباية من ملح الطعم. اخلط المقدير كويس قوي. فبولة كبيرة. وبعدين اقسمها بقى. لان انا عايزة احط الوان مختلفة. وروايح مختلفة. فالموضوع ببساطة ان انا هقسمها في البولة الاولانية. واحط اللون الازرق. واحط معايا اللفاندر. لفاندر اه ريحته جميلة جدا. واخلط كويس جدا اهم شيء. وانا باخلط ان انا افرك ان شاء الله بايدي اللون. لان عايزة اللون يتجانس جدا مع الملح. ساعات اللون يكالكع. لا انت رمسكيه كده بايدك وفرفريه عشان يدي اه تجانس كبير جدا للون مع الملح. تمام? وخلاص احطه في البرتمانات بتاعته. واغلفه بالشريطة الجميلة. واحط اه هحط الاستقرار في الاخرى عشان ما نتلغبطش في الاخر ان شاء الله. ابدأ بقى احط اللون التاني. اللون التاني اه احط جزء برضو من الملح اللي انا عملته. واحط اللون الاخضر. واحط معاه طبعا الزيت اللي هو البيبرمنت اللي هو زيت النعناع. اللون مع الزيت ده احساس تاني خالص. اه وطمام واحطه واخلطه زي ما انا قلت وافرج تمام. واحطه في البرتمانات بتاعته. واحط الشريطة بتاعته. واحطه على جن. التالت اللون اللون اللي هو البينك. اللون هو وردي على احمر يعني شوية. آآ برضو افريكو جامد جامد بادية كده عشان خاطر اه اضمن ضمان التجانس. واحط معاه زيت الياسمين. جاسمين. رائع. رائع زيت الجاسمين يعني. وبعدين اروح ايه تمام عمل التجانس. واحطه في البرتمان بتاعه. واغلفه وتمام التمام. الكمية دي جماعة تعمل اكتر من البرتمانات دي. لان انا اخدت بقية اللون وحطته برا. الكمية دي يعني كوباية ونصف ايبسوم سولت ومعاهم ربع بيكاربونات ومعاهم نصف ملح طعام. بتديني آآ يعني ممكن خمس برتمانات من اللي انت شايفينهم دول. فطبعا موفرة جدا. يعني يعني انتو لو بتعملها بيزنس هتبقى مربح جدا. كمان يا جماعة اللي عايز اقوله ان الابسوم سولت آآ ممتاز في الريلاكسيشن. هو اساس الريلاكسيشن. اساس الزبا. يعني هو ده الاساس. فانت ملح الجسم ده مش بس التنقية وتنظيف الجلد. كمان الريلاكسيشن والراحة النفسية قبل النوم ما اقولكوش. لو بعد ضغط شغل الناس بتعمل سوكينج اللي ليها في الملح الابسوم سولت ده. في الملح الجسم ده عموما بتلاقي راحة نفسية وهدوء نفسي غير طبيعي. ففوائده النفسية كمان جميلة جدا. بس خلاص انا اغلفهم وحطهم مع بعضيهم كده في شكل جمالي. لو انت بيتبيعي طبعا هتحطي بقى فيونكا. انا بحط الستيكرز في الاخر لو تلاحظوا حطيت الستيكر وحطيت فيهم الاسماء. الاسماء. جاسمين. لافندر. عشان خاطر. انا نفسي ما نساش. تمام? لاني ممكن حط روايح تانية كتير. اه لو ما عديكيش برطة امراض ما كنت احطي في كياس. تمام? حطي في كياس وحطيها بالشكل جمالي برضو وبيعيها. اه الجمال ان هي الوانها مع ريحتها. هتكذب اي واحد بيشتري ايه او واحدة بتشتري الملح ده. اه اللي انا عايز اقوله كمان ما كنت احطي باكتج مع حاجات تانية انت بتبيعي يعني بتبيعي الصابون. اه حطي الصابون مع ملح الجسم ده اه في باكتج كده وبيعيها اه يعني اللي هو وقت يعني ما اقولكوش بقى ايه يعني الشكل والمضمون فيها جميل جدا. بس انا يعني اه بشجعكم جدا ان انتم تعملوا كل حاجة. وانا عارفة ان ممكن ملح الجسم ده مش حاجة جديدة بس اه حبيت شاركو بيها. ان شاء الله تعجبكم جدا. سبسكرايب ولايك وكمنت وفعل الجرس. خليك معنا دايما. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. ايمان غزال. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة